الجيش اليمني واصل تقدمه في عدة جبهات للقتال وفي محافظات مختلفة مع تصاعد القتال بحسب قيادات عسكرية في تعز سمكنت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة البرح مركز مديرية مقبنة فضلاً عن استعادة جبلي الروين والقضيبة على المدخل الغربي للمديرية أما محافظة مأرب فشهدت جبهاتها الجنوبية معارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في ثلاث جبهات هي جبهة ذنع على مشارف الروضة بصرواحة ومديرية الجوبة وجبهة أمريش في حريب التي تستمر فيها المعارك وفي الحديدة السعادة الجيش سيطرت على مديرية حيس بعد مواجهات عنيفة ضد الميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في المعارك بدوره أعلن تحالف دعم الشرعية عن تنفيذ 15 استهدافاً ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية ما أدى لتدمير منظومة دفاع جوية وإحدى عشرة آلية عسكرية للميليشيات في مأرب فضلاً عن مقتل أكثر من سبعين عنصراً من عناصر الحوثي كما نفذ التحالف 19 استهدافاً للميليشيات بالساحل الغربية ضرب مركز قيادة وسيطرة وموقعاً لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين وأكد تحالف دعم الشرعية أنه مستمر بدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربية خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم حسن جوليد العربية